سوق الكريبتو بالكامل انخفض في خلال الـ 24 ساعة الماضية ولكن في فيديو اليوم سأتكلم عن إيش هي الحركة الكبيرة القادمة للبيتكوين والإثيريوم والعملات البديلة وكمان سأوريكم هنا بعض التشارتات الهائلة التي توضحنا وتقول لنا إيش هو القادم للبيتكوين وهذا احتمال كبير هنا سيفاجئ كثير منكم مرحبا بكم مرة أخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عن العملات الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصل على الأرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس الآن زي ما قلت يا جماعة في المقدمة الآن قاعدين نصل هنا على انخفاض في فضاء الكريبتو وبالذات للعملات البديلة تقدروا تشوفوا بأنه كثير من هذه العملات منخفضة من بين 10 إلى 15 بالمية وأكيد في عندنا هنا حالة استثنائية مرتفعة بـ 10 بالمية مثل GNO وإنجكتف وبعض هذه العملات اللي بلون الأخضر ولكن بشكل عام قاعدين نشوف هنا نزيف من العملات البديلة فهذا هنا أول شيء لازم نحطه في عين الاعتبار بأنه التريند للعملات البديلة يستمر بالهبوط مقابل البيتكوين طيب فخلونا أن نشوف هنا على البيتكوين على فريم الأربع ساعات لسوء الحظ أمس هنا خسرنا وفقدنا هذا الخط البرتغالي المهم عند 68500 هذا كان مستوى دعم قوي فالبولز المشتريين كانوا يحاولوا بأنهم يدافعوا عن هذه المنطقة ولكن ما نجحوا في هذا الشيء وحصلنا هنا على كسر لهذا المستوى للأسفل وهبطنا إلى مستوى 67200 دولار وحاليا نحن عند مستوى 67600 دولار فمستوى الدعم القادم للبيتكوين هنا في الواقع عند مستوى 67750 دولار وهذا طبعا إذا ما قدرنا بأنه نحصل هنا على الدفعة المحترمة للأعلى ونكسر فوق هذه النقطة ولكن الترند بشكل عام جماعة هنا يستمر زي ما أنتم عارفين أنا قاعد أقول من فترة بأنه رح نمشي هنا بشكل جانبي لفترة أطول ولكن بشكل بطيء رح نكون متجهنين في ترند صاعد إلى مستويات عالية ولكن بشكل عام رح نكون ماشيين بشكل جانبي فأخليكم مجهزين للهبوطات واستخدموا هذه كفرصة طبعا استراتيجية تداول تبعي أو البوطات تبعي تشوف شغلها من ناحية تداول هذه التقلبات ولكن لا تتوقع يا جماعة بأنه رح نرتفع بشكل مستقيم هنا وفي الواقع إذا قربنا فتقدروا تشوف يا جماعة بأنه الترند اللي كان عندنا في السابق اللي هو الحصول على قيمة مرتفعة هو قيعان مرتفعة الآن هنا انكسر مع هذا الهبوط وكمان بكل تأكيد انخفض أو انكسر مع هذا الانخفاض اللي حصلنا عليه فبكل تأكيد يا جماعة هذا الترند الصاعد قاعد هنا شوي يرتاح ولكن خلوا فينا الاعتبار بأنه بكرة يوم الأربعة رح يكون في عندنا بيانات ضخمة رح تطلع وكمان يوم الجمعة في عندنا بيانات مهمة جدا رح تطلع فكل هذا هنا ممكن يتغير مع هذه البيانات اللي رح تطلع يعني ممكن إنه نحصل على انعكاس سريع جدا للأعلى لأنه السوق حاليا حساس جدا من ناحية البيانات اللي رح تطلع فبالتالي الأيام القادمة رح تكون مثيرة جدا للاهتمام طيب بالنظر على الإثريوم انتوا عارفين كمان بأنه أنا كنت كاد أقول إنه هذا المستوى هذا الخط البرتقالي مستوى مهم جدا عند 3677 دولار وإذا ما قدرنا إنه يعني نضل فوق هذا المستوى فممكن نحصل على هبوط محترام للأسفل طبعا لسوء الحظ هذا الخط ما مسك سعر الإثريوم والآن حصلنا هنا على انخفاض بنسبة 6% للأيثريوم كمان فمستوى الدعم القادم للأيثريوم رح يكون عند 3276 أو 67 دولار فإحنا الآن في منتصف الطريق وهذا معناته رح يكون في هبوط بـ 6% إضافية فخلوا جمعها أينكم على هذا الشيء كمان وبالتأكيد مع هبوط الأيثريوم حاليا تقدروا تشوفوا بأنه نشكل حاليا هذا الترند الهابط للأيثريوم فخلوا جمعها أينكم على هذا الشيء في حال حصلنا على هبوط أكثر للأيثريوم أعتقد بأنه من ناحية الربح المخاطرة هذه هنا رح تكون من أحد أكبر فرص الشراء للأيثريوم مع كل الأشياء اللي على وشك إنها تحصل للأيثريوم وكمان مع كل الأشياء اللي حصلت فالأشياء هنا لست شكلها جيدة طيب بالنسبة للأسواق التقليدية هذا هنا شكل واعد جدا الأسواق التقليدية طبعا أداءها رائع جدا هذا هنا الـ S&P 500 حاليا إحنا نمشي بشكل جانبي ولكن إحنا قريبين جدا من عند أعلى قمة فزي ما أنتعرفين جماعة أنا دائما أقول بأنه لما الأسواق التقليدية تكون أداءها جيد وتتغلب على أداء البيتكوين بشكل عام فنشوف البيتكوين في النهاية يلحق بالأسواق التقليدية ونشوف ارتفاع في البيتكوين طيب قبل أن نتكلم جماعة بالكلام هنا عن بعض التشارطات المهمة جدا عايز أذكركم هنا بـ Event Horizon اللي تقدروا تعدنوا فيها هذه البادجز اللي في نقطة من النقاط أعتقد بأنه راح يتم تحويلها إلى عملات أو راح يتم توزيع إنزال جوي لكل الناس المتماسكين هنا بهذه الأشياء فهذه هنا جماعة طبعا حاليا تعدينها مجاني فقط تدفع الـ Gas fees من الرسوم اللي تقريبا تكلف فقط دولار أو 2 دولار شيء رخص جدا فأنا عدنت هذا هنا وإذا عايزين تعملوا كمان نفس الشيء ففي عندكم الرابط في أعلى صندوق الوصف إذا عايزين تعرفوا أكثر عن هذا المشروع فهتقدروا تشوفوا وتعرفوا أكثر عن طريق هذا الفيديو حاملي البيتكوين الوقت ينفذ فرصة ضخمة في هذا الفيديو تكلمت أكثر عن هذا المشروع طيب نكمل في عندكم هنا كمان هيمنة البيتكوين تمشي بشكل صاعد فهيمنة البيتكوين الآن لسه تستمر بالتقوية وإيش معنا هذا الشيء؟ هذا الشيء معناته بأن أداء البيتكوين يتغلب على أداء العملات البديلة ولكن كلما رتفعنا جماعة أكيد في نقطة من النقاط راح نحصل على موسم عملات بديلة هائل ودائما هذا الشيء يحصل وإلى الآن هذا الشيء دائما يحصل في الفترة الأخيرة من الدورة فلما تشوفوا هذا الشيء فالقيمة السوقية للكريبتو بشكل كامل لفضاء الكريبتو راح ترتفع ومعظم العملات البديلة راح تنفجر ولكن إلى ذاك الوقت جماعة خليكم منتبهين إيش هي العملات اللي أنتم متمسكين فيها لأنه كثير من العملات أو معظم العملات راح تنزف مقابل البيتكوين إلى أن نحصل على النشوة الهائلة اللي ترفع كل العملات وسوق الكريبتو بشكل عام فلما يحصل هذا الشيء هذا هو الوقت اللي راح تهبط فيه هيمنة البيتكوين فخلونا جماعة نحوط لنا على هذا الشيء طيب بالنسبة لتدفقات داخلها إلى الـ Spot Bitcoin ETF أمس حصلنا على أول يوم سالب منذ فترة طويلة ولكن ما راح نركز بشكل كبير هنا على هذا الشيء وتقريبا هذا هو جزء من سبب انهيار أو هبوط البيتكوين لأنه بعد أن حصلنا على تدفقات إيجابية مستمرة يوم وريوم هنا لمدة تقريبا أسبوعين فهذا الشيء خلاص انتهى ولكن نحصلنا على تدفقات هائلة ضغمة قبلها أموال هائلة جدا تدفقات ودخلت إلى البيتكوين ETF مؤخرا فهذا هنا شكله جيد فخلونا نشوف كم الفترة اللي راح يرتاحها البيتكوين كم الفترة اللي يحتاجها البيتكوين قبل أن نحصل هنا على ارتفاع ونحصل على إعادة اختبار أخرى لمستوى 72 ألف دولار وعلى أمل بأنه نتغلب ونطلع كمان فوق هذا المستوى طيب اللي عايز كمان أشر إليه هنا وهو أنه بعض السناترز بعض أعضاء مجلس الشيوخ كتبوا مذكرة للفيدرالي بأنهما يحتاجوا أنه ينقصهم معدل الفائدة عايزين الفيدرالي أنه ينقص معدل الفائدة ويقولوا بأنه راح ندخل في ركود اقتصادي وكل هذه الأشياء ويقولوا بأنه الـ ECB وبقية البنوك المركزية الأخرى في العالم أريد ينقصهم معدل الفائدة وأمريكا تحتاج أنها تعمل نفس الشيء فإذا طبعا هذا هنا فقط مجرد ضغوطات من أعضاء مجلس الشيوخ فإذا الفيدرالي فجأة نقصوا معدل الفائدة فممكن تتوقع أن الأصول راح تنطلق وراح تطير للأعلى ممكن كمان نكسر مستوى 72 ألف دولار وكأنه ولا شيء فلسأ أعتقد بأنه إحنا في حالة إيجابية هنا للبيتكوين وكمان بشكل عام لسوق الكريبتو وكمان شيء آخر أريد أن أشرح إليه وهو هذا التشارت هذا التشارت الشهرين في الأعلى أول شيء عندنا هنا سعر البيتكوين وبعد كده في عندنا هنا التشارت الأدرس اللي هو التشارت العملات البديلة الصغيرة وتذكروا جماعة بأنه هذا هنا التشارت الشهرين وإحنا جماعة على وشك أنه نشوف أو نحصل على كسر من هذا هنا طبعا لسه ممكن نتماسك هنا أو نمشي بشكل جانبي لأشهر كمان ولكن أعتقد بأنه إحنا في النهاية راح نكسر هذا هنا في البيتكوين نفس الشيء اللي حصلنا عليه لما كسرنا هنا أعلى قمة سابقة وبعد كده في عندنا هنا هذا الضغط من البولينجر بانتز هذا طبعا اللغارث ميك بولينجر بانتز هذا في تشارت العملات البديلة الصغيرة وهذا هو يا جماعة طبعا بعد أن البيتكوين يرتفع في السابق كنا نشوف كمان العملات البديلة الصغيرة ترتفع بشكل كبير طبعا في تنبيه هنا كمان أعايز أشر إليه وهو أنه أعتقد أنه إحنا راح نحصل على الارتفاعات الهائلة للعملات البديلة هذه المرة راح تكون متأخرة شوية مقارنة بالشيء اللي شفناه في الماضي فأعتقد بأنه البيتكوين احتمال كبير بأنه راح يتغلب على العملات البديلة لأشهر قادمة كمان وبعد كده راح نحصل على النشوة الهائلة والعملات البديلة راح ترتفع بشكل جنوني جدا فهذا هنا تشارت رائع جدا وفي الأخير يا جماعة عايز أترككم مع هذا الشيء لأنه أنتوا عارفين طبعا هدفه للبيتكوين هو 150 ألف دولار لهذه الدورة وليش 150 ألف دولار ليش مش 1 مليون دولار لأنه كلما كبر البيتكوين كلما كان صعب أنه الواحد يحرك السعر ولكن إذا شفنا على شيء مثل إنفيديا إنفيديا ارتفعت من 1 تريليون دولار القيمة السوقية إلى 3 تريليون دولار فيعني إنفيديا كانت هائلة جدا نفس البيتكوين حاليا كبير جدا ولكن إذا إنفيديا قدرت أنها تحصل على 3X في خلال سنة واحدة فليش البيتكوين ما رح يقدر يعمل نفس الشيء وممكن بعض الناس يقولوا طيب أوكي ولكن إنفيديا تصنع كروت الشاشة وطبعا هذه الـ Graphic Cards رأت تستخدم في الـ AI والـ AI طبعا راح يحتل إلى عالم ولكن إذا فكرنا جماعة بهذا الشيء إيش هو الشيء المهم هل الـ AI الذكاء الاصطناعي بوضع الحالي أو النظام المالي العالمي فأعتقد بأنه نقطتهم صحيحة أعتقد بأنه EconoMatrix هنا عندهم نقطة صحيحة فإذا إنفيديا قدرت بأنها تحصل على 3X في خلال سنة واحدة فأنا كمان أعتقد بأن البيتكوين ممكن أنه يرتفع ويحصل على نفس الشيء إذا مايكروسوفت قدرت كمان بأنها تحصل على 3X في خلال سنتين فأكيد البيتكوين عنده الإمكانية بأنه يعمل نفس الشيء إذا أبل شركة أبل اللي هي الخط الرمادي قدرت بأنها ترتفع بـ 3X في خلال ثلاث سنوات فأعتقد بأن البيتكوين كمان عنده القدرة أنه يعمل نفس الشيء فربما فقط ربما يعني ربما أنه إحنا وضعنا الهدف لهذه الدورة عند نقطة منخفضة أنا بدأت أفكر بهذا الشيء أكثر وأكثر ولكن حالياً دعنا نقول 150 ألف دولار هو هدفي لهذه الدورة جماعة هذا كل شيء ندلكم اليوم بالتوفيق لجميع وأشوفكم في الفيديو القادم